ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العهلة المغربية الملك محمد نسادس أجرى اليوم مباحثات هاتفية مع محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وخلال هذه المباحثات استفسر الملك عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني عقب العملية الجراحية التي خضع لها معبرا عن متمنياته له بالشفاء العاجل وشكلت هذه المباحثات أيضا فرصة بالنسبة للعهل المغربي الملك محمد نسادس بصفته رئيس لجنة القدس لكي يجدد التزامه التام ودعمه القوية للقضية النبيلة وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق